هذا اللاعب هو قلب هجوم المنتخب الوطني هو مسجل هدف النهائي الذي توجه به الخضر أمام منتخب السينيغال إذا كنا نشكك في قدرات بونجاح فنحن نشكك في مستوى المنتخب الوطني إذا كان بونجاح يملك لعبين في المنتخب يلعبون في مونشستر سيتي مثل محرز وبناصر الذي يلعب في ميلواصي وماندي الذي يلعب في فياريال حامل لقب اليوروباليك فلماذا لا يلعب بونجاح في برشلونة الذي تراجع مستواه كثيرا وكثيرا هل مونير الحدادي الذي لعب في برشلونة أفضل مستوى من بغداد بونجاح هذا الأمر لا يعقل إذا كان إسليماني في هذا السن وهو الذي تخطى حاج 32 أو 33 سنة يلعب في أولمبيكليو أكبر مدرسة مكونة في كرة القدم في مارنسا في أوروبا عفوا يلعب في هذا السن في هذا الفريق العريق في فرنسا كيف لبغداد بونجاح أن لا يلعب في فريق اسمه برشلونة تشافي يعرف بونجاح جيدا تحدث عنه في حفل الكرة الذهابية الجزائرية تحدث عنه في التصريح الوداعي لقناة السد القطري في اليوتيوب لعب معه لأربع سنوات ودربه لسنتين يعرف جيدا إمكانية هذا اللعب وقال عنه في تصريح سابقا هو يمكن أن يلعب في أي فريق يريده يناس هذا بونجاح لعب جزائري لعب في اتحاد وهران على ما أذكر ثم في اتحاد الحراش استدعاه حالي لوزيج عام 2011 كان شابا وكان في المنتخب الوطني مع بوغرة وعن طريحيا والبقية هذا اللعب هو الهدف التاريخي للسد القطري في تونس حاولوا تجنيسه حتى يلعب للمتخبخة تونس